بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وتحبه وسلم تسليما كثيرا اليوم يوم عزان طلبة رح تتلم على مركبين عضوية من المركبات المهمة من المركبات المهمة في المركبات العضوية وهنا مركب الالديهيد والكيتون مركب الالديهيد ومركب الكيتون الديهيد والكيتون طبعا هنا المواضيع اللي راح نخذوهم اليوم اللي هي مقدمة مقدمة كتعريف تعريف هو شكل المركبين وهنا عندنا تسمية الالدهيد والكيتون ناخذ التسمية ناخذ الخوافة الفيزيائية وناخذ تحضير كيف نقدر نحضر الالدهيد والكيتون وناخذ التفاعلات الكيميائية متاح اللي هنه النيفلوفيلك ري اكشن التفاعلات النيفلوفيلية وعندنا تفاعلات الاختزال وتفاعلات الاكسدا وعندنا ري اكشن الفوردبينك الفا هيدروجين اللي هنه يثيرا على ذرة الكربون الفا طبعا الهيدروجين يمتع ذرة الكربون الفا هنازل تبعدتها لينا راح يتم إذا حدها وتم استدالها يأما بهالوجين أو شيء أخر تمام راح نشوفوها لقدر عندنا الالدهيد والكيتون تعريف عام تعريف عام طبعا يقولي الالدهيد الالدهيد والكيتون تتميز بوجود مجموعة الكربونيل المجموعة الوظيفية المميز اللي هي الكربونيل نتميز بوجود مجموعة الكربونيل الوظيفية المجموعة الوظيفية اللي هي فاناكشنال جروب. هي دابل بونت او. عندنا اهما اه 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 اللي هن بعض المركبات الشائعة لمجموعة الوظيفية اللي هي الكربوني. المركبات الشائعة التي توجد بها مجموعة الكربوني. عندنا هنا الكتون. اول حاجة الكتون اللي هو موضوع الدراسة متاعنا اليوم اللي هو الكتون. طبعا الجنيرال فورمولا اللي هو الشكل العام. تمام? الشكل العام هنا طبعا عندي ار. الار هذه ترمزي. اي مركب عضوي. اي مركب عضوي. ممكن ميثان. ممكن حلقة بنزين. اي شيء. والار جاج حتى هي نفس الموضوع. ترمزي الار مركب عضوي لا يحتوي مجموعة وظيفية. لا يحتوي مجموعة وظيفية اللي هي يمكن تكون حتى هي ميثان ايثان هيكثان. حلقة مجموعة حلقة بنزين. اي شيء. طبعا هنا الشكل العام راح نلقوا هنا مثلا لو فرضنا انه وهذه هنلقوا انه كربونيل كربونيل. تمام? يعني هنا لازم قبلها مركب عضوي. وهنا بعدها لازم مركب عضوي. تمام? والكربونيل الجيفن. بالنسبة هنا الكربوكسيليك اسد اللي هي الاحماض الكربوكسيرية. الاحماض الكربوكسيرية. طبعا هنا نتواجد الار كيف ما قلنا لي هي ترمز لاي مركب عضوي. الار. هنا عندي الكربونيل تمام? ونلقوا معيها هيدروكسي اللي هي او اتش هيدروكسي اللي هو كحول. يعني نلقوا عندي اار وهنا كربونيل اللي هي المجموعة الوظيفية. وهنا بعد الكربونيل طولش راح نلقو بها شنو نلقو هيدروكسي هنا نجوه للإستر مركب الثالث اللي هو الإستر تمام نجوه نلقو هنا لو بدنا باليسار هنا عندي كربونيل تمام الكربونيل تكون مرتبطة بشنو بأكسجين تمام تكون مرتبطة بذرة أكسجين وتكون الرابطة وحدية طبعا الرابطة وحدية هنا الكربونيل مرتبطة بأكسجين بعدين نجي الرż اللي هي باقي المركب العضوي هل عندنا الالدهيد اللي هو محل الدراسة اليوم الالدهيد طبعا هنا الالدهيد نجوه نلقو الأر تمام اللي هو المركب العضوي بعدين نلقو مجموعة الكربونيل تمام مرتبطة بهيدروجين مجموعة الكربونيل اقطة بهيدروجين ننجو للأسد كلوريد الأسد كلوريد اللي هي الأحمال الكلوريدية يعني يكون فيها كلوريد هو سيئل يكون فيها كلوريد طبعا عندنا هنا الار الممراكب العضوي وهنا مجموعة الوظيفية الكربونيل تكون مرتبطة بكلوريد آخر شي عندنا اللي هو الأميد 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 نلقو المركب العضوي وبعدين المجموعة الوطفية اللي هي الكربونيد مرتبطة بأميد NH2 مرتبطة بأميد طبعا اللي همني اليوم اللي هو الكيتون والألدهيد الكيتون والألدهيد لما نشوفوا الفارق في الشكل العام الفارق في الشكل العام اللي هو الجنيرال فورمولا بين الألدهيد والكيتون رح نلقو أن الكيتون من هنا المركب العضوي لو فرضنا أنه CH3 لو فرضنا أنه R هذه وهي CH3 وهنا رح نلقوها CH3 أخرى يعني الكربونيد بالنسبة للكيتون رح ترتبط بCH3 وCH3 بالنسبة للألدهيد رح ترتبط الكربونيد هذه رح ترتبط بCH3 بس هنا بهيدروليد تمام بس هنا بهيدروليد يعني هنا R SB2 التهجينة بتاع الكربونيد اللي هو SB2 طبعا الرابطة الكربونيد اللي هي CWO تكون قصيرة وقوية أقوى من رابطة الألكين اللي هي CWO أقوى من رابطة الألكين اللي هي CWO هننجوه لو نشوف الطول طبعا قلنا هي أقل يعني قصيرة بس أقوى هي قصيرة بس أقوى نجوه هنا مثلا كمثال على الكربونيد رح ناخد الكيتون 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 الطول امتاعها الرابطة طول امتاعها 1.23 أنجستروم 1.23 أنجستروم هنا الألكين اللي هي CWO رح نقوى 1.34 أنجستروم 1.34 أنجستروم طبعا هنا لما نجول القوة تمام القوة اللي هي الطاقة متاح نلقو هنا 178 كيلو كالوري كيلو كالوري على مول كيلو كالوري على مول اللي هي تساوي 745 كيلو جول كيلو جول على مول تمام كيلو جول على مول هنا رح نقوها أقل هنا 178 هنا 146 تمام كيلو كالوري كالوري على مول طبعا هنا تسمية الألدهيد تمام الألدهيد يسمى باستبدال باستبدال الجزء E اللي هو في آخر المجموعة هو آخر الألكان هنا الألكان نلقو الإي هب الإي نبدلوه بآل يجد أيكا نال نحول الإي الإي يلتقى تمام طبعا هنا التسمية التسمية كترقم C-H-O اللي هي الكربونيل المرتبطة بالهيدروجين مش قلنا أنه يركبت نايجو الكربونيل المرتبطة بالهيدروجين اللي هي مستقلة هنا C-H-O كترقم نبدأ في ثلاثة ونبدأ في سابعة مثلا ما نخليهاش رقم سابعة هي راح نخليها أقرب شي نبدأ فيها يعني التسمية أقرب ضرة كربون لها تمام أقرب ضرة كربون لها التسمية تكون من أقرب شي لها تمام هنا عندي مثال أو ثلاثة أمثلة هنا عندنا اللي هو الـ CH3 CW.OH وهو C-H-O-H نكتوبها C-H-3 CW.OH وهو طبعا إيثان لما ضفنا ل الألدهيد لما ضفنا ل مجموعة الألدهيد جعلت إيثاناد حولنا الإي هذا وخلينيه وضفنا لأي أل جعلت إيثاناد طبعا اسمه في الأيوباد يقولون له أسيد ألدهيد أسيد ألدهيد تمام هنا عندنا CH3 CH2 CW.OH CW.OH طبعا هو كان بروبان تمام بروبان لما ضفنا ل الألدهيد المجموعة الوظيفية جعلت ألدهيد جعلت بروبان نال بروبان نال وهنا جعلت في الأيوباد اللي هو التسمية العالمية جعلت بروبيو بروبيون ألدهيد بروبيون ألدهيد هنا طبعا شن عندي هنا عندي عندي تفرعات تمام تفرعات وقلنا نحن نسمو من أقرب شيء للمجموعة المجموعة للألدهيد اللي هي CHO اللي هي أيها طبعا هنا قاعد على الرقم 1 تمام نجو 1 1 2 3 4 5 المركب طبعا للمجموعة التفرع term هل 1 2 3 4 مثال ثنين attracts أربعة مثال بنت نال بنت نحول E وضيف نحول حرف الاي هو حرف الاي ونضيف عليه او ان اي او اي او ان اي الكا الكانون الكا في قد الكا نون قيم واربها هيكسان او اغلقنا في اول يو وار هذه كلها R وهنا R 1 2 3 4 5 6 نركب هكسان بس المجموعة الوظيفية اللي هي الكربونيل ونقادة على الزرة رقم 3 فنكتبه 3 هكسانون طبعا هنا نجو لقينا مركب في مجموعتين وظيفيات اللي هن كربونيل ومجموعة C دابل بوند C اللي هي مجموعة فالرقم طبعا هنا أقرب شيء للمجموعة الكربونيل اللي هي C دابل بوند O فيقل عندي 1 2 اللي هي كربونيل 2 1 2 3 4 الجيني الجيني الرابطة الثنائية يقعد عندي هكسين اللي هي الكين يقعد عندي الرابطة الثنائية على رقم 4 تقعد 4 هكسين 2 هي 2 1 اللي هو كيتون 2 1 ترمز لكيتون تمام نجوه هنا المثال اللي خير نجو عندنا مجموعتين كيتون اللي هنا 1 2 3 4 5 على 2 نلقو C دابل وند O وعلى 4 نلقو C دابل وند O يقعد عندي تسمية كيف 2 و 4 هكسين طبعا أطول تلسلة هكسين النام يعني الأسماء الشائعة مش أسماء الأيوبات تمام مش أسماء الأيوبات هنا عندنا CH3 C دابل بوند O CH3 هنا عندنا أسيتون CH3 C دابل بوند O CH3 طبعا لو جينا للأيوبات راح نلقو بروبانون بروبانون أو بروبيانون نون تمام هنا نقعد أسيتون أسيتون نجوه هنا نلقو حلقة بنزين مرتبط بها الكربونين وهنا CH3 CH3 هنا الكربونين طبعا هذا كيتون راح نقوله أسيتو في نون أسيتو في نون الفي طبعا هذه PHE ترمز لل للحلقة هننجوه نلقو حلقين بنزين تمام حلقتين بنزين وهنا كربونين هنا كربونين نقوله بنزو في نون بنزو في نون حلقتين بنزين تمام طبعا هنا استبدالات حاجة يقولولها استبدالات الكيتون وال ال 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 تمام اللي هي الاستبدالات على على مجموعة المجموعة الوظيفية اللي هي CW بون طوب طبعا هنا لو كانت عندي في المركب مجموعة وظيفية اللي هي CW بون طوب بس ما عنديش وظيفة اخرى تمام فنستخدم Asile Group نسموها Asile Group المجموعة الوظيفية هذه CW يجب اسمها Asile Group ونخذ الاقتصار ننظف لها Y L Y L اللي هو هيا Asile Group An Asile Group هنا ننجو خذينا الاقتصار امتح Acetyl Acetyl هي مفروض كانت Acetyl تمام قادة Acetyl هنا مفروض Formaldehyde بس نحن لما كسرنا الرابطة قادة عندي Formaldehyde طبعا هذه تصير طبعا الحالات هذين ام تصير في التفاعل الكيميائي في التفاعل الكيميائي تمام طبعا هنا هذه بالنسبة طبعا هنا البراغراف الاول هذا لو ما عنديش الا الا مجموعة وظيفية وحدة اللي هي كربونين هنا لو عندي مجموعة وظيفية اخرى قادة كربونين قادة الكربونين راح نستخدم اختصار O XO O XO في النهاية يعني هنا لو عندي كربونين بس راح ناخذ Y L هنا لو عندي مجموعة وظيفية اخرى راح نستخدم O XO وراح نشوف عليها مثال O XO تمام هنا عندي مركب هنا عندي مجموعة تربونين وهنا عندي مجموعة تربونين تمام هنا طبعا مجموعة C W O O تمام مرتبطة بأكسجين واحدة اللي هي أستر اللي هي لما نرد نلقو أستر تمام C W O O وهنا عندي كيتون عندي يعني اثنين هنا عندي كيتون وهنا عندي أستر تمام طبعا المركب سداسي مركب ميطايا أستر نجوه هنا واحد اثنين طبعا أنا نبي كيتون ما نبي ش الاسطر نبي كيتون فنجوه الرقم على أساس على أساس الكيتون فنلقو واحد اثنين ثلاث اللي هي C W O واحد اثنين ثلاث C W O مثايل تمام أهوال مثايل تمام مثايل هذا كان كتفرع محسوب كتفرع محسوب كتفرع على الضر الكربون رقم واحد محسوب تفرع على الضر الكربون رقم واحد مثايل ثلاث اكسو اكسو ليش قلنا اكسو هنا لأن عندي هنا استر مجموعة وظيفية ترمز للإستر وهنا كيتون هنا كيتون هكسا نويت ليش نويت لأن ملح مختلف كعد مختلف بين الاستر و ال والكيتون بين الاستر والكيتون طبعا عندنا الخواص الفيزيائية الخواص الفيزيائية عندنا الخواص الفيزيائية الالدهيد اكثر قطبية الالدهيد اكثر قطبية من المركب طبعاً هو لأنه أكثر قطبية يكون عنده درجة غليان أعلى من الألكان والإيتر لماذا؟ لأنه عنده متش بونت وهي هيدروفين مونت ولكن درجة غليان أقل من الكحول يعني عنده درجة غليان أعلى من الألكان والإيتر ولكن أقل من الكحول هنا عندي هنا عندي الدهيد درجة غليان متاعه 49 وهنا عندي الأسيتون درجة غليان متاعه سبع وتسعين عندي 49 سبع وتسعين طبعاً الزغبانية يذوب تماماً في الكحول الكحول يعني تبيه مريبات كحولية درجة غليان الأسيتون لا تذوب تماماً في الماء طبعاً طرق التحضير أول حاجة من الكحول أو الكحولات طبعاً من الكحولات بيعدد الطرق بيعدد الطرق اللي هنا بالأكسدة أو بالديهيدرونيشن الأكسدة أو ديهيدرونيشن يعني نزع نزع الهيدروجين نزع الهيدروجين from acid chloride طبعاً acid chloride وعندنا هنا from nitrile و from hydrocarbon من الهيدروكاربونات طبعاً هنا الهيدروكاربونات باستخدام الأزونو لايزز تقنية الأزونو لايزز أو أكين الأزون اللي هو O3 الرمزة بتاعها الأزونو لايزز اللي هو O3 في وجود الأزونو وهنا عندنا hydration hydration يعني نضيفه هيدروجين أو ميا وهنا طبعاً هنا يكون عندي طريقة الأخيرة اللي هي oxidation oxidation of methyl benzine اللي هي accident مركب methyl benzine accident مركب methyl benzine طبعاً هنا من الكحلات تمام يكون على الكحلات الأولية تمام والثانوية الأولية والثانوية طبعاً هنا الأكسدا أول حاجة طريقة الأكسدا تكون على الأحدية والثنائية لما نجو للكحل الثنائي اللي هو primary نضيفه عليه كرومات الصوديو كرومات الصوديو يعطيني كيتون بالنسبة للكحل الثانوي الكحل الأولي زائد مذيب بي سي سي تمام مذيبات العضوين رح يعطيني الديهيد رح يعطيني الديهيد يعني الكحل الأولي زائد مركب البي سي سي رح يعطيني الديهيد هنا كيف نشوفه هنا طريقة التفاعل طبعاً من الديهيد من الهيدرو كاربون طبعاً هنا عندي الكين الكين تمام وهنا عندي الكاتاليزم تاعي وهو اوزونو لايس رح يعطيني رح ينقسم هنا تنقسم الرابطة ويعطيني هنا الديهيد وكيتون يأما الديهيد يأما كيتون رح يعطيني يأما الديهيد يأما كيتون طبعاً بعد تنكسر رابطة سيدة بالبونسي طبعاً هنا البنزين البنزين زائد أسيتايل الكلورايد اللي هن كيف ما قلنا الأحماض أحماض الكلورايد تمام لما عايز كاثا لازم تعي اللي هو يساعدني في التفاعل كلورات الألمونيوم أو كلوريد الألمونيوم في وجود الحرارة راح يعطيني أسيتوفينونون أسيتوفينونون أسيتوفينون هنا أسيتوفينون اللي هو هنا مدام أن O-N-E معنيها شنو كيتون بنسبة 95% ينتج عندي بنسبة 95% طبعاً هنا from acid chloride الديهيد هنا نستخدمه primary 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 الكحول اللي هو الكحول الأولي الكحول الأولي نستخدمه الكحول الأولي راح يعطيني راح يعطيني حموض كوريدي باستخدام الكحول الأولي راح يعطيني طبعاً هنا يكون عندي عامل مختلف هذا اسم عامل مختلف reducing agent reducing agent راح يعطيني الديهيد راح يعطيني الديهيد هنا حموض ليثيوم نستخدمه مركب الليثيوم داي الكايل كبرت داي الكايل كبرت اللي هو R2 CULI R2 CULI الـ R2 طبعاً مركبين يكونوا مركبين عضويات الكايل مركبين عضويات داي الكايل R2 أي مركبين عضويات ينتج طبعاً ينتج المركب هذا اللي هو R2 CULI ينتج من تفاعل 2 مول of R L اللي هو اللي يكون مرتبط بمركب عضوي ناخذ منه 2 مول with كبر ايو داي استخدموا كبر ايو داي اللي هو CU I2 راح ينتج لي هنا هنا الكبر ايو داي طريقة التحضير المركب هذا اللي بين قوسين طريقة التحضير المتلاع ناخذ 2 مول من R ليثيوم اللي هو CH3 C2 C2 L I اللي هو ليثيوم بروبان او بروبات الليثيوم راح يعطيني 2 من البروبان مرتبط مرتبطة ب C U L I مرتبطة C U L I هنا طبعا عندنا التفاعل المتاع لما حضرنا المحلول هذا هو نخذه ونفعل ه مع حمض كلوريدي حمض كلوريدي راح يعطيني كيتون راح يعطيني كيتون طبعا هنا معدل التفاعلية Relative reactivity of aldehyde and ketone معدل التفاعلية لل aldehyde وال ketone ال aldehyde في الغالب او في العام اكثر reactive او اكثر نشاطية من الكتون تمام في التفاعلات الاضافة في تفاعلات الاضافة في تفاعلات الاضافة الحالة الانتقالية تمام الحالة الانتقالية للاضافة في تفاعل الاضافة يعني the transition state for addition بالنسبة لل aldehyde تكون اقل اقل كيف ما نقوله اقل تجمع او اقل زحمة يعني اقل زحمة less crowded بالنسبة لل aldehyde اكثر طبعا الكتون لانه مرتبط طبعا هنا less crowded يعني اقل اقل الزحام less crowded يعني اقل الزحام لان aldehyde لمجموعة الكربونية تكون مرتبطة بهيدروجين بس بس الكتون تكون مرتبطة بمجموعتين يعني المجموعة الوظيفية تكون مرتبطة بمجموعتين من الار يعني ار عندي مثلا تكون ch3 و ch3 فتكون عليها زي ما نشوفه هنا هنا الكربونية هذا الحمر الارضة اللي هو الاكسجين والبيض اصغال هذينا اللي هن الهيدروجين تمام وهذينا الثلاثة الكبار هذينا اللي هن شنو اللي هن الكربون طرات الكربون في المركب تمام لما تجي تهاجم فتجد زحمة هنا بالنسبة للكتون بس بالنسبة للالدهيد لما نشوفه نجوعة شنو اقل ازدحام اقل ازدحام فيقدر يهاجم من اي مكان يقدر يهاجم من اي مكان طبعا هنا عندنا تفاعلات الالدهيدات الاروماتية الاروماتية لين من الحلقة منزين كذا سيكون عندنا ميكانزم الانزين تمام طبعا هذينا الزهيدات الاروماتية اقل اقل نشاط في التفاعلات في تفاعلات الاضافة اقل نشاط في التفاعلات الاضافة من الالفاتية يعني الاروماتية اقل نشاط في التفاعل من الالفاتية يعني الالفاتية احسن في التفاعل الالفاتية احسن في التفاعل طبعا اضافة الماء طبعا نشوف هنا تفاعل اضافة الماء طبعا يمكن تفاعل عكسي اضافة الماء هنا عندنا 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 الجليد وضبنا له ميت راح يعطيني مجموعتين هيدروكسيد وهنا طبعا بالنسبة للكيتون بالنسبة للكيتون لما نضبناه الماء راح يعطيني مجموعتين هيدروكسيد مجموعتين هيدروكسيد طبعا عندنا هنا الإضافة الميكروفيلية لكاشف أو معامل غريغ نارد العالم اسمه غريغ نارد عنده كاشف اللي هو مجي اكس مجي اكس يرتبط بالر ويدير لي حاجة اسمها طبعا لما نضيفوه يلي حاجة في التفاعل حالة وانتقالية اسمها الكاربا كاربا نيون كاربا نيون طبعا هنا اكاربون ماغنيسيوم بون از ترونجلي بولراجين يعني هنا الام اللي هي جاية من ماغنيسيوم تمام اللي هو ماغنيسيوم يدير رابضة مع الكاربون لما يتشر الرابضة صناعية يرتبط الماغنيسيوم هذا مع الكاربون فيدير لي رابضة قوية هنا وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت رابضة قطبية قوية رابضة قطبية هنا اضافة الكحل اضافة الكحل تحذير الشتون والالهين من اضافة الكحل طبعا هنا قال عنده اضافة او في حضور بريزنس اضافة الكحل 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 بالنسبة للكيتون طبعا هنا نجو نشوفوا نجو الالبهيت طبعا في حضور الـ dry FCL هنا الالبهيت حمض الهيدروكولوري طبعا هنا حمض الهيدروكولوري نجو الالبهيت زائد اثنين اللي هو طبعا هنا الالبهيت والكيتون قلنا تتفاعل مع اثنين الكحول يعني تكافئ الالبهيدة الوحدة تكافئ اثنين كحول طبعا التفاعل العكسي هنا الحمض هنا عندنا طبعا ينتج عندي الاسيتال هذا مركب الاسيتال بالنسبة للالتين زائد خروج جزيء ماء زائد خروج جزيء ماء هنا بالنسبة للكيتون تمام الكيتون عندنا هنا يتفاعل مع جزئين من من الكحول في وجود الحمض قد يهو قلنا اثش في اثش هنا راح يعطيني راح ينتج لي تيتال طبعا هنا اثيتال وهنا تيتال زائد خروج جزيء ماء خروج جزيء ماء طبعا هنا عندنا التحذير عن طريق الأبثدة Oxidation of albed acid هنا نستخدم الكرومات CRO3 كرومات تمام CRO3 طبعا CRO3 المائي اكوة تمام اكوة طبعا فيه المحلول الحمض المائي الحمض المائي يؤكسد الالدهيد تو كربوكسيليك اكوة الى حمض كربوكسيلي واكسد الالدهيد الى حمض كربوكسيلي تمام هنا عندنا السيلفر اوكسايد ان اكوة امونيا في محلول السيلفر اوكسايد اللي هي AG2 او في في محلول مائي من الامونيا تمام يقولولا طولينز ريجان اللي هو عامل او معامل طولينز طبعا طولينز اسم عالي يؤكسد يؤكسد الالدهيد بس ما يعطينيش اثر يؤكسد الالدهيد بس ما يعطينيش اثر تمام نجوه هنا المثال عندنا عندنا المثال على الهكسي نات الهكسا نات 3-3-6-2 كل اربعة يعني اربعة 3-2 وهنا مجموعة الالدهيد مجموعة الالدهيد طبعا هنا هنا الكاثة اللي يجب ان تعي لنا الاسيتون همام الاسيتون هنا عندنا الكروم CRO3 وهنا في وجود الاسيتون رح يعطيني كيف ما قلنا CRO3 رح يعطيني هكسانوية الاسيتون اللي هو حمص كربوكسيلي حمص كربوكسيلي كربوكسيلي اكسي تمام رح يعطيني حمص كربوكسيلي للهكسا للإنسان هنا عندنا بنزا الديهايد بنزا الديهايد في وجود silver acide اللي هو AJ2 O في وجود محلول مائي محلول مائي من الأمونيا محلول مائي من الأمونيا اللي هو ثوليني كمام رح يعطيني شنو راح يعطيني بنزايك acid بنزايك acid حمص البنزويك زائد الفضل لان هنا في وجود محلول مائي من الامونيا تأكسد الالدهيد بس ما تعطينيش حمض كربوكتيني ما تعطينيش حمض كربوكتيني اكسد الكتون تكون افعب برمانجانات البوتاسيوم برمانجانات البوتاسيوم مع الـ C اللي هي ايكان رابطة وحدية مية مستدد ايكان طبعا فكرة كيف برمانجانات البوتاسيوم لكسر الرابطة C اللي هي الايكان اللي بعد طول تكون بعد الرابطة بتاع الكربونيل هي C-Double-Bund-O يعني هنا C-Double-Bund-O وهذه هي قادة هنا راح نكسر الرابطة تمام؟ باستخدام برمانجانات بوتاسيوم باستخدام برمانجانات بوتاسيوم يعني نكسر الرابطة هذي هنا C-Double-Bund-O وهنا C-C تمام؟ راح نكسروها الرابطة هذي نكسروها عن طريق استخدام K-N-O تمام؟ وتعطيني طبعا بعد نكسروها تعطيني كاربوكسيليك أسس كاربوكسيليك أسس كاربوكسيليك أسس تمام؟ نجوه هنا عندنا سايكلوهكسانون اللي هو كيتون سايكلوهكسانون اه ورد تشوفوا هنا اللي هي C-Double-Bund-O عندنا طبعا الكتل اللي انزعاتنا اللي هنا K-M اللي هو برمانجانات بوتاسيوم وماء وعندنا هيدروكسيد سوديوم والكاتل الثاني دي هو H3OB طبعا شن قلنا هنكسروه الرابطة C اللي بعد لطول اللي بعد الكربوني اللي هي جاه رح نكسروها تمام؟ فكسرنا هذي الرابطة هذي قاعد عندي شنو كاربوكسيليك أسس اللي هو C-O2-X وهنا C-O2-X بعد عندي هكسان 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 اللي هي يرمز اللي طبعا كانت عندي حلقة بعدين الكترة لحلقة تمام؟ ثم ما قاعدش عندي حلقة بعد عندي هكسان داي أويك أسسس طبعا داي اللي هي ترمز الاثنين أويك اللي هو كاربوكسيليك أسس تمام؟ أويك ترمز ل الحمض الكاربوكسيلي داي أويك أسس تمام؟ طبعا هنا ما أخذو اختبار تولين الثالث اللي هو اي جي انو تريد اننا بتنم عليك شوية. تمام. طبعا. هنا بعد نستخدم اختبار تولين زنبون بنز وبين شنو بين الدهيد او كيتون. بالنسبة لل الدهيد لما نضيفو عليه. نضيفو مرآة الفضل مرآة الفضل كيف ما نشوفه في التفاعل عندنا يعني الأزهيد لما نعرضه راح يعطيني مرآة الفضل كيف ما هو واضح مرآة الفضل كيف ما هو واضح عندنا في التفاعل هذه تسمها مرآة الفضل 2aj زائد 40 راح يعطيني مرآة الفضل طبعا نستخدم طبعا هنا عندنا التعرق على الـ الـ هنا فيهلنج العالم الثاني اسمه فيهلنج هنا عندي هنا عندي الذي هو الـ 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 زائد 2 مول من اكسيد الكبار اكسيد النحاس الـ اكسيد راح يعطيني حموز كربوكسيلي تمام حموز كربوكسيلي زائد كاباريوس اكسايد اللي هو اكسيد النحاس راح يعطيني حموز كربوكسيلي لما نضيفوله لما نضيفوله طبعا الـ اكسيد لما نضيفوله فيهلنج تسك اللي هو نضيفوله الكاشف سي يو او طبعا هو كاشف لونه اذرا راح يعطيني حموز كربوكسيلي زائد اكسيد الحج طبعا هنا استخدام استخدام عامل مختزل استخدام عامل مختزل اللي هو سوديوم بوروهايدرايد سوديوم بوروهايدرايد اللي هو A BH4 A BH4 يختزل يختزل الكربونين الكربونين ولكن لا يختزل C دابل بوند C يختزل C دابل بوند O تمام ولكن لا يختزل C دابل بوند C اللي هي الـ تمام طبعا هنا عندنا العامل الثاني جوة ليثيوم الأولونيوم هيدرايد L I A L H4 تمام أكثر قوة ولكن صعب أو معقد في التعامل صعب أو معقد في التعامل عندنا الهيدروجين غاز غاز الهيدروجين with catalyst also reduce the C D1 C اللي هو غاز الهيدروجين مع عامل مساعد اللي هو الكاتاليس يختزل C D1 C موسيقى